اشتركوا في القناة من خلال اعتباره ان الولايات المتحدة لم تقدم خدمة لاسرائيل بقدر ما قدم حمد بن خليفة لها طحيفة يدعوت احرانوت الصهيونية نقلت عن شبيت قوله ان حمد قدم وخلال سنوات طويلة خدمات وصفها بالعظمى لكيانه اكبر حتى من تلك التي قدمتها بريطانيا من خلال وعد بيلفور لا بل ان المجرم والمسؤول الصهيوني السابق شبطاي شبيت ذهب ابعد من ذلك من خلال الاعراب عن اسفه من موقف الولايات المتحدة المترنح في الدفاع عن كيانه متمنيا على واشنطن ان تحذو حذو من اسماه الرئيس المساد السابق باصدقاء اسرائيل في المنطقة ولاسيما قطر وموقفها المعادي لسوريا ليس بلساننا لكن بلسان منهم ادرى بشعاب امارة قطر ودهاليزها ها هم الاسرائيليون يؤكدون بيوضح ما هو مؤكد اصلا بان قطر باتت تلعب اليوم ذات الدور الذي انت بالكيان الاسرائيلي عند تأسيسه لتتحول قطر الى معول هدم في الجسد العربي وادت انطيع بيد واشنطن وتل ابيب بوقوفها ضد عروبة المنطقة وضد سوريا وفلسطين من خلال انخراطها في مؤامرة الوطن البديل وتنفيذها للمخططات الغربية الرامية الى تفتيث وتجزئة الجغرافيا العربية ولاسيما سوريا